من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي إيميل أمين خلال مداخلة عبر تقنية الاتصال المرأي في البرنامج أكد أن قانون الانتخابات القطرية التمييزي لا يعطي المجلس أي صلاحيات يعني دعني أخبرك بحسب نص القانون الذي شكل هذا المجلس وهو يعني مليء بالعوار يعني القانون سبعة لسنة 22 الذي يقر الأمير يمكن المجلس من صلاحيات ولا يمكنه من أي شيء يعني هناك أمثلة بلغات مختلفة تقول أنه يصنع كل شيء ولا يصنع شيء على سبيل المثال سيكون المجلس من حقه ممارسة سلطة على السلطة التنفيذية هذا كلام عظيم وهذا ما تجري به البرلمانات في الدول الليبرالية التقدمية لكن يستثنى من تلك السلطات السياسات الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية إذن ما الذي تبقى لهذا المجلس كي يباشر مهامه التشرعية بالفعل وأن يكون روح القوانين كما يقول مونتسيكيو لدولة قطر ترجمة نانسي قنقر